اشتركوا في القناة في شوارع العاصمة الفرنسية باريزة بالفوز على المنتخب الوطني المغربية ونشرت مارين تغريدة عبر حزابها الشخصي على تويتر جاء فيها امس كسر المشجعون الجزائريون كل شيء من جديد وهاجموا السلطات انقاذ القانون بعد فوز فريقهما في غضون اربع اشهر ستكون نهاية الافلات من العقابة دعهم يدركوا ذلك جيدا وذكرت مارين ان نهاية الافلات من العقاب ستكون بعد اربع اشهر في اشارة منها الى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستقام السنة المقبلة ويبدو صباق الاليزية العام المقبل وكأنه معرك بين الرئيس الفرنسي الحالي مانويل ماكرون وزعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان وسط توقعات بفوزها هذه المرة نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء